ووفقت وكالة تنظيم الصحة الإكواتورية على استخدام لقاح كوفيد-19 الذي صنعته شركة كان سوني بيو جيكس الصينية قالت إن التقييم العلمي الدولي أثبت فعليته وسلامته يعد لقاح كاسينو ثاني لقاح الصيني من نوعه تتم الموافقة على استخدامه في الإكواتور بعد لقاح السيرفاك وعرض الرئيس الأكواتوري شراء ستة ملايين جراء من لقاحات كان سينو بعد توليه المنسب في الرابع والشرين من مايو الماضي ويامر في تطعيم تسعة ملايين شخص في أول مئة اليوم من حكومته حتى لأن أبلغت الأكواتور عن أكثر من أربع مئة ألف صابة وخمسة عشر ألف حالة وفاة